هو لولا ناصر الخليفي اللي هو ربطة الأندية الأوروبية ما ساعدتش إنفانتينو ساعده كويس لو ما ساعدتوش ما كانش حامل لأن أوروبا كتضد هذا الموضوع مظبوط في البداية لكن الحقيقة يعني يشكر هو حتى شكره هو قالها هو ناصر الخليفي إنسان برد ماندة كده هذا الرجل زكاء وأخلاق وتفتح وقالين بقى بيحب مصر عطول بيسأل كابت الخطيب كان يعني زعلان قوي إن الكابت الخطيب ما حادرش وقال دائما بيسأل صحته وقال لي أنه هو مش حقيق فرنسا يعني الحقيقة كان دائما بيسأل على كابت المحمود الخطيب وهو من أيام ما كنا في الإي سي إي وعزمنا لما رحنا في اليونان يعني الحقيقة مقابلته للكابت الخطيب يعني مرضاش الكابت الخطيب كانت أصلا برضو كان تعبان شوية وكان مش عايز فقال لازم قابله قابله ودالنا بتاع 45 ديئة من وقته اللي كان يعني علشان يأبر كابت المحمود الخطيب خليني برضو أسألك على المبلغ المالية لا حدش عارف لغاية دلوقتي ما تعرفش لعشرين ولا خمسين ولا عشرة لا خلو كل دفتها دائما يعني اللي يقولك إن السوليداريتي أو البرسيبيشن فيه هتبقى تسع مليون دولار أقول له لا مش هتوصل لكده لكن قد إيه الله أعلم اللي هي البداية لكن إحنا كلنا أقولنا تسع مليون دولار أنا متخيل يعني الله أعلم قد إيه لكن متخيل اللي هم قالوا مش هتوصل لكده والله أعلم ما حدش عارف لأنهم رغاية دلوقتي بيلموا الإرادات وبيشوفوا المصروفات هتبقى عاملة إزاي عشان في الآخر يقسموا زي ما قلتلك كده يبقى فيه حاكتين البرسيبيشن فيه أو السوليداريتي اللي هي بداية لأنك أنت عايز تشتري العيبة عايز تجيب معايش عايز تسع